أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أولى الرحلات البحرية السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ من مرفأ راسرية بمحافظة المحرق تماشياً مع الخطة الوطنية لحياء إصناعة اللؤلؤ التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكين أمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بهدف حماية البيئة البحرية وتنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ عند تمام التاسعة صباحاً تحرك بناء قارب الإرشاد السياحي الذي رافقه قاربان يقلان عدداً من سياح البحرين من مرفأ رأس ريا بمدينة المحرق إلى وجهة معلومة ومشوقة بدايتها خوض تجربة مغامرة الغوص في باطن الغمر للظفر بكميات كبيرة من محار البحر لتحمل النهاية لنا ولهم مكاسب بالجملة كان من أبرز ثمارها التعرف على كيفية صيد اللؤلؤ وانتباشه من ذلك الطي الرقيق إلى الهيرات أماكن تجمع المحصول الوفير من محار اللؤلؤ استقر بنا الحال حال تفردت بإحلال واقعيته خطة وطنية أقرت لتتبناها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد عنيت بإحياء صناعة اللؤلؤ ضمن إطار تستنبط منه أهداف جمة يأتي في مقدمتها حماية البيئة البحرية وتنظيم صيد واستخراج الجمال هذه المبادرة الطيبة اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد المبارك صراحة يعني إحنا كنا ناطرين هالشي من الزمان الصراحة بالنسبة لنا إحنا كأشخاص أقول كشركات والله الهدف من وراها شيين جداً مهمين أول شيء تنشيط السياحة في البحرين وهو شيء يعني بيفتح مجال أكثر من رائع للسواح اللي يشوفون عندنا طبيعة إحنا البحرين مين مشهورين بالمحار واللولو في البحرين وإحنا من قديم الزمن هاي كان عمالنا يعني فكونن إحنا نيب السياح رويهم هالبيئة الطيبة اللي عندنا والخير اللي عندنا هذه شيء يعني وين بيرفع اسم البحرين عالي وبشكل ثاني طبعاً أنه بيحافظ على الحياة البيئية كلما أنتشي المحار كلما زاد كمية المحار كلما أنتشت أكثر رحلة صيد الثعثع كما يطلق على هذا الحجر الكريم المتزين ببريق ذي ألق خاص به تمنح تجربة متميزة للمهتمين بخوض غمارها من المواطنين والمقيمين والسياح وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وفرت الإمكانات كافة من أجل التعرف على هذه المهنة عن كثب وتجربتها على أرض الواقع عبر شراء تذكيرة مخصصة من الموقع الإلكتروني الذي حددته الهيئة أو من خلال شرائها من المكتب السياحي الواقعي في مرفأ رأس ريا قبل بدء الرحلة بدنا من تاريخ 14 ديسمبر يومين بيبتدي أن نطلع حق العامية بيكون من رأس ريا إدنا المكان نطلعه ناخذ الزبون نستقبله من هنا نعطيه انترودكشن شلون بالضبط يبطل المحار وين بنوديه نوديه كذا مكان نعلم الطريقة نوديه في جولة تقريبا أربع إلى خمس ساعات ونرده مرة ثانية هنا وفيه بيكون مكان فراس ريا على أساس أنه يقدر يبطل يشوف يعني إذا يبي بيئ المحار والله يبطل المحار نوفر جولات سياحية مثل ما تشوفون عندنا باص الله يسلمكم وعندنا نوفر جولات بحرية بالتعامل مع الشركات اللي احنا نتعامل معها في البحرين هذه تجربة رائعة مع الفريق خذنا من خلالها أجمل رحلة لصيد اللؤلؤ من داخل أعماق هذا البحر الجميل واستفدنا الكثير عن طريق معرفة الطرق المحلية في استخراج اللؤلؤ البحريني البراق تجربة مختلفة عن باقي التجارب المثيرة في حياتي حيث قمت باكتشاف مهنة ليس من السهولة تعلمها عملنا بجد اليوم وقمنا بالغوص لإخراج المحار من البحر وهذا ما حصلنا عليه حبات جميلة من اللؤلؤ مع انطلاق موسم الصيد تخطر الهيئة بأن رحلات صيد واستخراج اللؤلؤ ستكون وفق إجراءات تنظيمية ترتكز على حماية البيئة البحرية إذ سيسمح للراغبين من داخل البحرين وخارجها بصيد ستين محارة في كل رحلة في حضرة اليم العميق يجدر التوغل في جنبات أسراره التي لا يمكن عدها ولا حصرها بحر يجود بخيراته ولا يبخل وحياة فطرية تتبنى تكوين علاقات مثمرة تجود بمكنون حلا بيض تشع بلمعانها الأخاذ تستحق أن تجازف الاكتشافها دانات لا تقدر بثمن لتلفزيون البحرين محمد رشيدات